اشتركوا في القناة الشخص ده موجود في دولة تاني الجراحة عن بعد دي تقنية حديثة بتفتح افاق جديدة في الرعاية الصحية وممكن نستخدمها في حالة صعوبة الوصول للدكتور المختص او الجراح بيتم استخدام تكنولوجيا الاتصالات زي الروبوتات والزكاء الاصطناعي والاتصال فيديو بالمريض لاجراء الجراحة ايه اللي بيحصل بالزبط بيتم توصيل الجراح بغرفة العمليات طبعا ده بيكون من خلال نظام اتصالات عالي الدقة يعني الجراح بيقدر ان هو يتحكم في الروبوتات الجراحية بدقة عالية جدا وكامل التحكم وعلى فكرة ممكن يكون الجراح موجود في نفس المكان اللي فيه غرفة العمليات ولكن استخدام الروبوتات دي بيبقى اسهل بالنسباله واضق الفوائد سهولة الوصول للجراح يعني انا عايز جراح ماهر يعمل لي العملية مش لازم اروح اسافر للجراح ده ممكن الجراح يعمل لي العملية وانا في مكاني هنا وطبعا عدم حاجة المريض للسفر لاجراء العملية الجراحية يعني انا مش هسافر عشان اعمل عملية جراحية الروبوتات تقلل من اخطاء البشر طيب ولكن المخاوف بتكون بالنسبة للمريض ممكن المريض يشعر بعدم الراحة في التفكير في اجراء عملية جراحية عن بعض ده كمان مستقبلا الروبوتات هي اللي هتقوم بالعملية الجراحية بالكامل ويكون لها كامل التحكم بدون تحكم الطبيب ولكن هنا الطبيب دوروا ان هو يراقب الروبوت ويكون له كامل التحكم في الروبوت وبدقة عالية طبعا ده شيء مذهل قول لي رأيك ووجهة نظرك في الجراحة عن بعض وهل انت بتأيدها ولا مش بتأيدها اشتركوا في القناة